البداية هكون مع مصير بعض راحلين عن صفوف النادي الاهلي ومين ممكن يمشي في صورة الانتقاط الصيفية البداية مع محمد محمود. محمد محمود لعب خط الوسط اللي خلال الفترة باتت بدأ يشارك اه مع ريكاردو سوريش ولكن ليس ايضا بالمدة الكافية وممكن ما بقاش عند المدرج البرتغالي الصبر او القدرة ان هو يدر يديره الفرصة من جديد ويقدر يعتمد عليه بصفة السياح خصوصا في استزل حاجة النادي اهلي العديد من الصفاقات الامة بالتالي محمد محمود مرشح للوحيل عن النادي الاهلي سواء على سبيل العارة او على سبيل البيع النهائي اللي ابي حالي لسه على مركزه في الاهلي وبيتمنى انه يحصل على فرصة جديدة مع مستر ريكاردو سوريش المدرج شايفه واخر مبارا نزل لبدا دقائق قليلة ضد المصري وساهم في العدف التاني ليه فريقه يمكن ده نال استحسان سواريش الى حد ما ولكن لحد دوقتي بداش تقول لي محمد اكتسب سقط سواريش بنسب مية في المية لان اداءه ببعض مبارات السابقة كاساسي ما كانش مبهد بشكل كافي لمدرج البرتغالي ولا لادارة النادي قال انها تصبر عليه اكتر من كده وانها متودهوش عارة او تستغله في احب الصفاقات التبادلية كمان في لعب اخر ضمن حسابات نادي اهلي رحيله وتحديدا بعد اداءه في مبارات المصري صلاح محسن بقى الفرصه صعبة في البقاء في صفوف القلعة الحمراء نزل لمستواء اللي ما كانش بقى حسن حوالي ضد المص ضيع انفراض بشكل غليب جدا بالتالي صلاح محسن مهدد ايضا بالرحيل عن النادي الاهلي يمكن اللي عناني مجدع بيغاني يتكلم وقال ان ممكن الاهلي يستغل الصنائي صلاح محسن محمد وان هو بيعرضهم على نادي برضافة لخمستاشر مليون جنيه عشان يعمل صفقة قوية جدا يضم احد اهم نجوم والنواعب الصعيدة في الدورة المصري هنتكلم عنها في نهاية اللايب او في فقرة اخيرة من اللايب كمان هنتكلم احضركم عن لعيب اخرين وهو من اللاعبين الاجانب في الاهلي الثنائي بيرسيتاو واليو ديانجي وكايمنا انفطأ ان لويس ميكسوني خلاص ايام واسمعت معدودة في النادي الالها فيش اي رغبة ولا من الجهاز الفني ولا من ادارة في استمرار اللاعب اللي بكل تأكيد صفقة لم تكن يعني على المستوى المأمول وما لابدش لا رغبات ولا طبو حجب اهلي النادي الاهلي اللاعب خد اكتر من فرصة ولكن لعد دلوقتي لم يقدم اي شي تماما مع القرارة الحمراء اللي بيسمي كسوني مستوى بعيد تماما عن فريق بحجم النادي الاهلي اللاعب لحد داتي مقدرش ان يزبط نفسه داخل صفوف الفريق الاول لكرة القدم بيه الفريق الاحمر والحد داتي مقدمش مستوى المميز اللي ظهر به مع فريق سينبا التنزيني واللي جذب به انظار النادي الاهلي ودفع ادارة الاهلي ومضالبه الصبر بيتسو موسماني للتعاقد معه في بداية الموسم لذلك موضوع ميكسوني محسوم بنسبة تسعة وتسعين في المية ولكن الكلام حاليا على الثناء الاخر بيرسي تاو وقاليو ديانجل هل الثناء هيرحل ولا هيبقى لاكيد ان الثناء ممكن يعني الباب مفتوح لرحيلهم لو في عرض مالي مراسب لرحيل اتنين يمكن مشكلة بيرسي تاو هالإصابات وتعرض لإصابة جديدة إصابة عضلية جديدة قبل مباراة المقصة هيغيب بالتالي عام مباراة المقصة في كاس مصر وبالتالي الاهلي ما نكفه يعني صعب في حيث بيرسي تاو لان اللاعب عنده ممكانيات اللاعب لما بينزل واضح ان عنده معايبة وسريفيد بتاعه كان كبير ولكن لحد دلوقتي مقدمش المنتظر مع الاهلي بسبب كافلة الإصابات اللي مخليها مش قادر ان هو يشارك حتى بصفة قاسية مش قادر يتواجد في قائمة المباراة اكتر مباراة تولي غيابات بالجملة لبرسي تاو بسبب كافلة وإصابات بالتالي الحل عنده لدي اهلي قضي يكون التخلص من اللاعب وبيعه النادي اخر عشان يشتري اللاعب يستفيد بيه فعليا في ارض الملعب لانه مش قادر يستفيد ببرسي تاو لحد دلوقتي مش قادر انه يحصل منه على المستوى المطلوق او حتى يشارك بصفة قاسية وبعدين يبقى يجيب مستوى برسي تاو ما بلحقش حتى انه يجيب مستوى او ما بلحقش يعني يثبت اقدامه في الملعب ويشارك مع الاهلي الفترة المناسبة عشان يستعيد مستوى من جيجي. على الجانب الاخر الى ديانج برضو في نفس وقت مستني عرض مغرر رحيل عن الاهلي لو جاله عرض احتراف في اوروبا كويس والاهلي شاف رقم ماديا كويس هسمح برحيله وتعويضه بلاعب اخر لكن يعتبر هو الاجنب الابعد عن الرحيل نظر يعني تقلق فترة فاتت في خط وصفة الاهلي والمشاكل والجادر يعني منه العيب النادي الاهلي في خط الوسط اكيد الاهلي هي يجري صفقات جديدة وبالتالي هو بس مستني عرض قوة من اوروبا لحد الوقت يحفيش عرض اعتراوزة قوي يقنع ويغر ادارة الاهلي وايضا يقنع اللاعب لكن لو في عرض قوي فالإدارة واللاعب الاتنين مرحبين ولكن لحين شعر اخر الاهلي ديانج الحد ديوقتي من درش نقول ان هو ماشي من الاهلي الحد ديوقتي مصيره لا بيحسم حتى الان مثل بيرسي تاو ولكن فرصه في البقاء اعلى. اخر حاجة انا اكلف مع داكم وانا لكم في اول اللايف ان الاهلي بيخطط للصفقة تبادلية قوية مع نادي برامدز وانو عرض اثنائي محمد محمود ويه صلاح محسن ده حسب تصريحات الاهلية مجدي عبدالغاني على نادي برامدز وكان انو حالكم قبل كده في ملف ده ان مصادرنا اعكدت ان احد لعب برامدز يعني مصمم وبقوة على الراحيل النادي الاهلي ويمكن شبه انا اتفاقه مع ادارة فريقه عن هو بلغهم اكتر من مرضى ان انا عايز اروح الاهلي وان الموضوع باية تباكة الاتفاقات المادية ولكن تسمحولي براحيل الاهلي اللاعب ده هو ابراهيم عادل اللاعب الصعد والمهوبة الصعدة بقوة في سماء الدوري مصري يتقلق مع منتخب مصر الشيطة بتاعتقاد الكابتر عباسين وبعدها جاء طريقه للتواجد في الفريق الاول بنادي برامدز وقتها ثبت اقدامه وسط نجوم رمضان صبحي وافضل السعيد وواليد الكارتي والعديد من الاسماء القوية والكبرى في الكرة المصرية في الدوري المصري مع نادي برامدز ثبت نفسه كواحد من عمل عناصر في التشكيل الاساسي مع مختلف المدربين كان جاب فترة طويلة خلال الموسم الحالي بسبب الاصابة ولكنه رجع من جديد وما زال يعبد السلاح الاخطى في برامدز واحد اهم اللاعبين الصعدين في الكرة المصرية في شكل عام ولذلك ابراهيم عادل قد تكون صفقة مدوبة يا حبدالله النادي الاهلي اللاعب عنده رغبة قوية جدا في الانتقال الاهلي انك رغبة برامدز الاولى هي احتراف اللاعب وربيا بمبلغ لا يقل عن خمسة مليون دولار ولكن لحد الوقت رغبة اللاعب ان هو يبقى في دوري المصري ولكن بقميص النادي الاهلي ويمكن في نهاية سوق الانتقاط الصيفية او سماع دوري برامدز عشان يحاول يوصلوا الاتفاق فيما تعالب بصفقة ابراهيم عادل في ظل رغبة اللاعب الشديدة واللي بيراهن عليها النادي الاهلي في الصفقة دي في ارتداء القميص الاحمر الكاملين محلقكم في اللايف ده على غرباله هيكون في النادي الاهلي صفقات وراحلين الكاملنا على الاربع نجوم مهددين بالرحيل هم صلاح محسن وهاجم الفريق محمد محمود لعب خط الوسط وايضا زميله لعب خط الوسط الاخر المالي والمحترف الجنوب افريقي بيرسي تاو كمان اتكلمنا على احتمالية التعاقد وبقوة مع ابراهيم عادل نجم فريق بيرامدز في صفقة تبادلية قد تشهد رحيل محمد محمود وصلاح محسن لنادي بيرامدز بالاضافة لدفع خمستاشر مليون جنيه لكن نقدر ده حسب تنامي العلمية وجد عبد الغامي لكن حسب مصدرنا بكل تكايد ان رغبة ابراهيم عادة الاولى هي الانتقال النادي